اشتركوا في القناة والكنوز والظفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي ورح يستمر فيها أو يمكث فيها لغاية الساعة ثنتين وست دقائق صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل بعدها لمنزلة الزبانية وهي للفساد والقطع والمشاكل طبعا القمر موجود في برج الميزان وحكينا أنه تأثيره لما يكون في برج الميزان على جميع الأبراج في هذه الفترة فهذه الفترة هي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر من ميلة الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة دور في علاقة لم تستقر بعد في هذه الفترة ننجح في أعمالنا الفنية وبالسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة تزيين البيت أو المكتب واقتناء حاجية جميلة طبعا بالنسبة للزوائل الفلكية اليوم عنا زاويتين فلكيات الأولى هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر والمريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة خمسة واثناشر دقيقة صباحا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة ستة مساء بتوقيت جرينيتش نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا بما أنه القمر موجود في الميزان فأخلوا المسار القادم رح يكون بكرة يوم الثلاثاء ثلاثين ثلاث بيبدأ في تمام الساعة اتناعش وسبع دقائق بعد منتصف الليل وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لبرج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المكتمل يعني بلش شوي يظهر بأنه بدر مبارح كان بدر فاليوم بيكون ستعشر يوم في تمام الساعة أربعة وتسعة واربعين دقيقة مساءا بتصبح سبعة عشر يوم نسبة الإضاءة بتصير خمسة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم تسعة عشر أربعة سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية القمر في الميزان حتى يوم ثلاثين ثلاثة سعيد بنسبة سبعين في المية عطارد في الحوت حتى يوم أربعة أربعة منتحس بنسبة خمسين في المية أما الزهرة في الحمل حتى يوم أربعة عشر أربعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عشر خمسة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية أما بالنسبة لزحل في الدلو حتى يوم 23.5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% ونبتون في الحوت حتى يوم 25.6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 27.4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم جديد للقيام بعمل مشترك بوسعكم توقيع عقد أو اتمام خطبة أو زفاف ولكن في بعض التأثيرات السلبية تكون على شكل متاعب عائلية أو مهنية أهم يشأنك ما ترتج المواقف وتجنب الانتقادات في العمل في بعض الأشخاص من موليد برج الحمل ممكن يهتموا ببعض الأمور الاستشفائية أو الصحية وبعضكم ممكن أن يشعر ببعض الوساوس أو الضغط الصحي برج الثور بيتراكم العمل عندكم ولكنكم ابتجدوا تعاون من الزملاء مارسوا نشاط بدني للمحافظة على لاياقتكم باكروا لعملكم وما تلتهوا أي في هذا اليوم اللي انشغلات بتكون فيها كثيرة وممكن أنك ما تنجح في إتمامها نظم وقتك وما تقصر يعني شوي الأجواء ممكن برضو الوضع الصحي يكون بحاجة للرعاية برج الجوزاء ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم واليوم مناسب لممارسة نشاط فني أو أدبي هاي فترة استثنائية ورائعة وبيبتسم لك الحظ وبتكون فرحتك كبيرة ممكن تهتم باستعادة موقعك وتتحمس للبدء بتمفيذ مشروع طال انتظاره بهذا اليوم بيحملك انفراج أو خبر سار برج السرطان بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم ووسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم إشي أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية برضو الفترة هاي ممكن تحمل بعض المصاريف الإضافية برج الأسد بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات بوسعكم اجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار اليوم تستوعب الظروف وبتتكيف معها بسهولة هاي فترة جيدة فيها تواصل بناء مع الآخرين وبتتمتع بنشاط ذهني بيسمح لك بالمنافسة القوية لا تضيع الفرصة برج العذراء برج العذراء العملات الإدارية بتأني ودقق بالتفاصيل ممكن ترغب بمساعدة أحدهم وتخون بمبادرة خيرة برج الميزان ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبتنجحوا وبتدفع بمصالحكم شعبيتكم اليوم بتصاعد وهاي الفترة بتحمل إنجاز أو تطور لافت لا تهملها وحاول أنك تكرر المحاولة ممكن يبتسم لك الحظ وتحاول أن تهنأ باستحادة موقعك وتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره برج العقرب ما زال التعب أو الملل بسيطر عليكم اخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل بسود سوء تفاهم ممكن تخف وتيرتك وتشعر بالملل ممكن تتأخر المعاملات أو تلغيها أو ترغب في الابتعاد عن الأجواء الصاخبة هذه فترة سلبية جدا بسبب وجود القمر في بيت المتاعب برج القوس ابتنشطوا اجتماعيا وتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يطلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة اتجنب العناد وكون أكثر انفتاح على أراء ومواقف الآخرين لا تتكاسل وبادر لتصحيح الأخطاء واستعادة موقعك ما بناسبك البقاء وحيد برج الجدي يوم جيد لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تغيير على طبيعة عمله بينتبه لكم المسؤولون وبيقدروا جهودكم قدم أفضل ما لديك وما تتهرب من المسؤوليات المكلي إلك أو من أداء الواجب لأنك ممكن تضر بمصلحتك بدعوك للاستثمار أو لاستثمار كل فرصة جيدة برج الدلو بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة واليوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ما لا تستسلم بل كرر المحاولة وتابر حتى تصل لهدفك هاي أفضل أيام الشهر وبترتفع حضوظك وربما تقوم برحلة أو تشارك في احتفال أو تناقش بموضوع معين برج الحوت بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض لا تهملوا صحتكم ممكن تناقش اليوم موضوع تمويل أو قرض ما ممكن تناقش مواضيع مهمة وتعيش امتحانات صعبة عالج الشؤون الإدارية بدقة بشكل خاص الملفات الاستشفائية والمالية فيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء